أصدرت لجنة التفاوض عن قرى بلدات ريفي حمص الشمالي وحماد جنوبي بيانا يتحدث عن التهديد الروسي الأخير ويفند ادعاءات روسيا بأن اللجنة وقعت معها اتفاقا منفردا ينتهي في الخامس عشر من شباط خارج إطار اتفاق خفض التصعيد المتفق عليه في اجتماعات أستانا مؤكدا أن روسيا تريد تصدير رسالة للمجتمع الدولي مفادها أن ريف حمص يخضع لاتفاقيات مناطقية قرارها بيد الروس وهو أمر عار عن الصحة تماما بحسب البيان حيث يخضع الريف في حقيقة الأمر لاتفاقية خفض التصعيد الدولية والتي تم التوقع عليها في مؤتمر أستانا وكان الطرف الروسي فيها ضامنا كما كان الطرف التركي فيها ضامنا أيضا وكانت اللجنة قد قامت بعدة جولات تفاوض مع الجانب الروسي تم التوقع من خلالها على وقف إطلاق النار والمعابر الإنسانية وملف المعتقلين وبعدها تم صياغة مشروع لآليات تنفيذ هذه البنود الثلاثة تم تسليمها للجانب الروسي وتضمن المشروع نشر أبراج مراقبة لضبط الخروقات وآليات فتح المعابر للتخفيف من معاناة الأهالي والبدء بالإفراج الفوري عن المعتقلين والبحث عن المفقودين وتشكيل لجنة متابعة في هذا الملف وكان التأخير والمماطلة دائما يأتي من الجانب الروسي بحجة الدراسة حسب ما أفاد البيان يذكر أن اتفاقية مناطق خفض التصعيد تم التوقع عليها من قبل الدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران في أستانا في الرابع أيار 2017 حيث كانت منطقة ريف حمص الشمالي وريف حماد جنوبي من المناطق الواقعة تحت مضلة هذه الاتفاقية وبعدها تم تشكيل هيئة التفاوض في الريفين الخاضعين لسيطرة الفصائل المسلحة للتفاوض مع الجانب الروسي في الداخل